خلص الموضوع بمدة تقريباً ربع على عشرين دقيقة قلت له بس هيدا اللي بدك تشرح لي قال لي آه بس هيدا عشان ما تعبك زيادة خلص الموضوع رجعت عالبات مبسوطة ييه أستاذي غمرني أستاذي قال لي أنت حلوة أنا معجب فيك هون بلش يعملي غسيل الدماغ كلمة أستاذ لحالة بتكفي أنه ييه أستاذة فكنت متمسكة فيه يعني خلص لو شو مهمت كلمة بتاعتي الأمان كلمة بتاعتي الأمان أكيد كيف بلش هذا المتحرش يكسب سقة فريستو قبل ما ينقض عليها ويبين فعلا هو الوحش ببلش يلعب على الحس أنه أنا خايفة عليك أنا خايفة عليك أنا خايفة عليك أكتر من أمك وبيك لهذه الدرجة بتوصل أنه أنا حديك وأنا معيك هون كنت بعدك أنت عم بتقولي هذه علاقة طبيعية علاقة طبيعية خبرت أهلك أنه في علاقة طبيعية مع الأستاذ أن الأستاذ عم بيطلب حصص إضافية عرفوا بالموضوع؟ أكيد أعرفوا أنه عم يطلب حصص إضافية بس كان يقل لي أنه ما تخبري أمك أنه أنا مثلا غمرتك لأنه بتبطل تخليك تدرس معي إضافة كنت تخبريها؟ مش خبرة بس أمي بلشت تلاحظ علي أنه في شي عم يتغير أنا كل وقت عم فكر بالأستاذ أنا كل وقت بدي أحكي معه بدي أسأله عن حصص كنت أمسك تليفونه شوفني بعتيت له أنه أستاذ في هيدا لهم يعني عم يتحركش فيه يعني أو هو عم يتحركش فيه بموضوع بمواضيع دراسة فأقلني شافت أنه في شي غلط ما نبهتني منه شخصيا لحتى ما تكرهني فيه ولحتى ما تعب براسي وقصص أنا ماني واعي عليها نبهتني بشكل عام أنه ما تخلي حدا يلمسيك ما تخلي حدا يقرب منيك ما تخلي حدا يقرب منيك ما تعمل هيك ما تعمل هيك إلى أن إلى أن كرحني بأم وحش كرحني ببي وبأخواتي بعدين إذا ما كنت أسمع كلمته كان يضرب كان يأذي جسديا كثير يعني كنت مجبورة أسمع كلمته وأي متى نتخطى أي متى نتخطى الأحمر بعد ما كسب ثقتي بعد ما اتأكد مئة بالمئة أنه هو أنه أنا مثل اللعبة بين إيده بلش التحرش الجسدي طيب سؤال جريمة عم بيرتكبها هذا المجرم ولكن صبية عمرها 17-14 سنة مراهقة طفلة طفلة على أبواب المراهقة كان فيه استحسان عند الطفلة باللي عم بسير كان فيه تفكير أنه إذا أنا مقبلت بهذا الشيء في عقاب مقابل هيدا الشيء فيه تهديد فيه بي اللي بيشتغل 40 سنة بالمدرسة فيه تهديد يومي أنه شو بيعمل فيه تهديد يومي أنه إذا خبرت إذا أنا رحت وحكيت قدام المجتمع أنا المجتمع حيصدقني ما حيصدقك أنت طفلة حيقوله أنه أنت اللي عم تتحركش فيه أنت اللي بدك يهني وانت اللي بدك يهني وفعلياً هيدا كان يصير أنا رفقاتي بالمدرسة هيدا اللحظة اللي أنا طالع معك فيها هني مفكرين أنه أنا اللي كنت ورا هيدا الشخص أنا اللي كان بدي أنا اللي كانت رغباني فيه مش هو اللي كان عم بيرهبني وعم بيخوفني وعم بيأزيني كل يوم نفسياً ومعنوياً لدرجة خليني أفقد السيطرة كان يزرع برأسي فكرة أنه أنا شاب أنا رجال أنت بنت حيسكتوك حيقولولك أنت السبب لبسك طريقة مشيك طريقة حكيك طب ما أنا طفلة أنا شوفي شي بجسمه ممكن يرغب حدا عمره 30 سنة أنا رحت ع حكمه نفسيين وأخدت دوت أدوية أعصابي عمره 18 سنة 1 3 goin 6